الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد نتشرف إن شاء الله اليوم في لقاء عابر وإن شاء الله يكون ممتع ومفيد مع شيخنا وعمنا والدنا محمد أحمد عبد الحكم وإن شاء الله في اللقاء ذلك نستفيد من الخبر والتجارب الكبيرة أول حاجة شيخنا محمد أحمد دعنا نعرف الدعوة السلفية دي لما كنت شباب يعني بتسمعوا عنها شنو كانت كيف السودان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ورحبوا بكم ترحيبا حارا في منزلكم وأهلا وسهلا وحبابكم عشرة بالنسبة لهذا السؤال الدعوة السلفية الغريبة يعني أنا مرب لمراحل كثيرة أولى المراحل دعوة الأخوان المسلمين وزمان كان وحسن صلاة عثمان من السلماناغل ونحن في الثانة بسنة ستة وخمسين فكنت من ضمن الأعضاء المعاه وحفظنا كتابه الماثورات وبعدها جاء واحد من أولاد من الوديك معابي وهو حتى يعني هنا دا جارنا وعمه أخوه دا عمه وزير الأشغال والتصحت بيه وسكن سوفي مدني وقام حولني إلى الشيوعية من الأخوان المسلمين من الأخوان المسلمين للشيوعية دا سنة كم الكلام دا تقريبا ستة وخمسين الف وتسعمية ستة وخمسين لقينا أنا بس في التحول دا لك أما دايرا أنا أوريك أنه بالنسبة للتحول يعني تحولت أنا جاب ليه كتاب اسم ستالين ولينين وقرينا الكتب دي وبعدين يعني تشعر بالكتب ديت لما اطلعت عليها وقريتها ما بتقيدك زي ما بتقيد دعوة الأخوان المسلمين يعني ما عندك تقييد فيها يعني دعوة ما عندها أي تقيد بس أنت تعرف أنه القيادة لينين قيادة صح ديري وسلك لاشنو للاشتراكية وبدأ لين من أبا ذر الغفار رضي الله عنه وقال هو ذات وقال كان اشتراك ايه قال كان اشتراك ودعا الاشتراكية ونوفي من المدينة المنورة رضي الله عنه في عهد عثمان فالحكاية دي استطيبناه وبعدين نقرأ الكتب بتاعتهم انتهيت من مرحلة الكتب بتاعت الشيوعيين دي بعد كده يات مرحلة الصوفية نحن قبلي ما نمش للصوفية يعني الزول من الاخوان المسلمين للشيوعيين انا في حاجة مهمة اذا كان المسلم هو مع جماعة الاخوان المسلمين اذا كان هو قدوه تحصين كافي متعريب بالإسلام والعغير الإسلامية ما كان شنو ما كان بقى الشيوعي ما كان بقى الشيوعي فنحن الديني كده ملاحظة للحيطة دي فحقيقة ان احن لما يعني تحولنا من الاخوان دي الى الاخوان دي ما تعمقنا فيها كثير هم دايما عندهم سياسة بيشوفوا الطلبة النجبة او باعتبال عشرة الاوائل في المحة لما تجي الدفعة بيشوفوا دل بيستقطبوهم عليهم ياخدوهم لما ايجي يضراب يجينا يضراب من الخرطوم يقولوا تضربوا حركات لومنبا حركات الافريقية ما نمال احنا لكن نحن عشان الناسل بناثر على الطلبة في المحة بنعتبر تبعون فكنا ننفذهم الاجندة بتاعتهم دي لكن ما في تزغيف وتعليم لا 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 ما في اي حاجة بس مستفيدين من اكاديميتنا واستفادوا منها سياسية استفادوا منها سياسيا الاكاديمية بتاعتنا واننا من الطلبة النابيقين كده يعني عزل لك دائما العشرة الاوائل احسن ناس كده حتى في الكديد تدريب العسكرزات وكنا نحن بناخد دائما بيرقونا نعلم باقي الطلاب زملائنا التانين وكنا بعضا من العشرة نجيب ديل بنشتغل شغل زي دا فهم ديل الاخوان اختطوهم بصورة زي دي ووظفونا سياسية بدون التعليم الإضرابات حركات لو منبو ومعنما لو منبو يعني ما هتم بالتعليمكم العقلي لا 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 ولا اي شي لكن في حاجة التاسي ذكرت نقطة مهمة نحن ان شاء الله الناس تستفيد من يعني من بعدها ان الشيوعية اغر اغروا الناس بالتسورة والفقراء يعني شعارات من الرنانة ايوه شعارات من الرنانة دي وبانو الاشتراك انك انت الاشتراكية يعني احنا اخدنا في رأسنا انو الزول الجروشه كتيرة والزول الوضع كويزة بانشال منو امشي لصالح الدولة ونحن نكون ناكن معاو بس اقلع وقالع عديل يعني شيلوا الزول دا دخله دا بقال انت تشتغل طاقتك لكن دخلك دا ما حقك تشتغل الطاقة بتاعتك اما الدخل دا انت ما حقك دي الاشتراكية قال الحقيقية كن احنا ماشينا على اساسه هي مؤسس الاشتراكية وطبعا الحكاية دي يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى افشل في دولهم كلها اكيد لا 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 لذا قلت لمن لمن يعني اي زول تخلوهم سوى الزول بخلي يشتغل تاني شيء والله ما بيش المهارة والفردية لا 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 ما فيش فروقات فردية فردية انك انت تقدر تنتي او تبرز او يكون ليك انت حي اي بداع معين او عندك حيث معين او عندك انشطة معينة انت تفرض على المجتمع ويديك مكانتك فيها لا دي ما فيش انك انت تخدم لمصطحة الدولة دمرت الناس واشا كده دمروا الحاجة اللي خلتك تخلوه شنوة مش للصوفية ايوه الحاجة اللي خلتني انا اخلي الناس دي عندنا واحد يعني كان الله اسمه فاتح عليه فدا اكان قال لي يا اخي الحياة دي ما بيتي بدون عبادة بدون زهد انت عندك شيء من الزهد من العبادة قلت لي لا لا ما عندي الخمسة او قادرة قال لي لا ما يكفي ده قال لي ده سيش عيلة الشغال معاهم دي اللي عنده هنا الكلام ده لكن لا انت لابد اعمل لك هنا فقامت داني سبحة بتاع تلالوب ده خمسمية قال لي تعمل اوراد اي الورد بتاعه ما بالحبة قال لي لا اصبعك ده لو حصلك ده تحسب ليه فانت ياختجره ده جريد انت تجر الجريد جريد ده اسو شنو قال لي بعد صلاة العيشة وبعد ما يتاخد وقتا كده قال لي تجيت جريد عدد السبعين قال لي عدد السبعين ده يعني حاجة اسمها انت بتصل الندى الندى ده قلت ليشنو قال لي الندى ده ده حق الاولياء وبعدين هو قال لي بعرفوك قال لي الاولياء بعرفوك انت بجيت من الصالحين سبحان الله شوف انا بالسبحة ده لما نقوم اجرد ها اشهر زهن ماش علي والله ماش علي كده اشيه الاطباقي هزيح اصبع مني كده واشتغلي في اليوم بقر خمسة اجزاء من القرآن قال لي ده بتعملك من الزهد انا والله شبتها الحل دي غطيتها كان واجعت انا كوريك ليه؟ لانه العبادة بتاعت الليل الاتلاء الخمسة اجزاء بتاعت الصباح انا خلاص امراجتني من اي حاجة شبتها في البيت ده لو الكوز واجع بس انا كوريك مرزات الصغر بتا زل ده مالوة ما في هنا خشوع لا 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 خشوع لا طمانين وانه بدقت انا داير امشي لاهي لانه دمحة للذكر ودمحة للعبادة ودمحة للانسان المشي يعني اروح لنفسه فيه وطيئ انت خلاص شوف روحك قصك ما في ذو زيك انت خلاصة خدت كمال زهدك خدت كمال العبادة وانت كده عشان كده اماليت ناحية روحانية اماليت فل لكن كلها والله يا عظيم زي القربة انت عبي شكيب تنقلت الدفق ما في اي شي سابت بس وضعه بصورة زي دي اخدت فترة كبيرة والله فترة زي دي كيفين انفكيت منها زمان في حاجة سيه مناظرة ما بين شي خبزيل محمد همزة وواحد اسمه عمك علي كده قبل ما نجيل المناظر نعم الليل دي الناس دي طبعا كتير منهم يعني زي حالتك دي طبعا مخشوشين قالين انه ده الدين وده الذكر وده العبادة انصحهم بيش ايوه انا نصيحتي للنازل ان الناس ترجع للقرآن الكريم وفي القرآن الكريم وفي القرآن الكريم لابد من انك انت يعني تطلع تجلس العالم يوريك التفسير اذا ما علمت التفسير بتي فأيات الشركة بتمر فيها ساي ما 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 لا نمر فيها ساي والله كاننا ما في القرآن ما عارفنا عننا اي شيء فانت لما انتي تتوقف ما في الدبورة كان لا لا نهائيا ما فيه بس يعني انت لما نجي نقرأ الجزو ده همنا في الجزو نكملو ويجيبوا العتود اطباحوه وتم الشهر نتم الغرآن يجيبوا العتود اطباحوه وكلان ده في الصعيد ونجيضوه باللحمة بالدخن وناكل ده بطونا دكورك الليل كله ووشتا بس ده قضيتنا لكن والله آية الشركة مرفئة من عارفة آية العقيدة مرفئة من عارفة نهائيا أصلا حكاية زي دي ما فيه ما زكرت في كلامك انه يعني انه فيه خوف وده دي حي يعمل وسع يعني مرويجينا صوفية يقول ليك دمسك ليه ذكر جنة ودخلا فيه انه الذكر فيه الطمأنينة وفيه الخضوع لربنا وفيه الخشوع يعني يخالف القرآن الكريم هما دي يعني بدخلوا بزاوية شنو الما عنده شيخ شيخ الشيطان فانت اذا كان ما عندك شيخ معناه انت هتضطر لشنو تعمل الاسكار دي والاسكار دي طوالب يتفوت بك ويتبيجا بدليل انه انا يعني في وضع ذاك مشيت عندي خالي كان الوكيل بتاع الشيخ ضفع الله الصائم وكيله وانا مشيت يوم داك بيت معه وقعدنا الاساس انه اديني الطريق لغاية اثنين ونص حتى الشخص ضفع الله فرق دينا جلسنا وقال ليه ده وده خطيه وقال ليه ان ادينا الطريق قل ليه خطيك طريق قبل كده قلت لي لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاني يعني عقيدتي اها وطريغتي الشيخ ضفع الله الصائم اها اها لما انجى في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه انا قمت اغيرت اقول ليه واصحابه قال ليه لا وصحبه قال ليه وصحبه تاني قرر رجع علي انا انا غيرت على انه طبعا زول بتعناحو كده تيه صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اصحابه هو قال ليه وصحبه غير لي لصحبه تاني جا غير لي اشتغلنا اخدت الطريقة منه بصورة زي ذي وخليت قبل وقمت تاني انا ما اشتغلت به زي ما ذكرت هيتو ذكرت هيتو ان الناس ترجع للقرآن لانو بوريك طريقة الصحة والحاكم قل بحكم عليك وعلى شيخ بس تاني لما رجعني للقرآن بيقول جماعتنا احنا حتى منا الاخوان الناس اللي كانوا معانا لما نجي في القرآن ونجي الايات بتاعت التوحيد وبتاعت بين الشرك لما نقول لهم اشرحنا الايات هم بيقوموا ما بيحضروا التفسير ذا والله والله يقول لهم والله ما بيحضروا ده لما يقول كلام زي ذا يقول لك لا الغرآن ما ما فسروا بصورة زي ذا انت بس عليك تقرى لانه قرأتك دي تعبوا يعني ده شبه الغرآن ربنا شبه هذون ذا زي الحمار ما فيش يحمل اسفارا يعني شغلين الناسايا بدون بخام ايو والله والله اسفارا كتير مش ويا الادة اسفار كتير والله يلا انت ذكرت المناظرة في الوقت ذاك كانت كيف يعني قبلي التعريف في زماننا والشيوعي يعني في الخمسينات والستينات بتسمعوا عنا قبل المناظرة طبعا في السبعينات اي بتسمعوا عنا شنو السلفيين بتسمعوا عنا وشنو دعوة بيقول لكم عنا شنو ايوه ديل بيقولوا لنا انه الحاجة اسمها الدعوة الدعوة السلفيين دي قالوا لنا دي ديل معناها هنازيرين يكونوا صحابة هل ممكن يقول صحابة قالوا بس الكلام الناس ذيل دايرين يبقوا صحابة وانه لما الناس ذيل يمكن دايرين يمشوا على منهج الصحابة قالوا لا الناس ذيل دايرين يشيلوا عاداتنا وتغاليدنا ويت تدخلوا علي بالتعمك وتدخل علي بالتخالك ويت واسه الحمدلله تمشى تتونسوا عاديين وتأكلوا وتشربوا عاديين الحاجات دي كلها قالوا بعد ما تفقدوها إنتوا لما تخشوا تبقيدوها ما عرفوا أدلة من الكتابة السنة شنو بس خوفونا بصورة زي ذي والله تبقوا عاديين انت انا ذلك لك مع بنات خالك ومنات عامك وتبقى عادي العادات الحياة وتأكلوا وتشربوا من لمين يعني في أمان الله حتى واحدنا بعد ما ربنا منا علينا بالتوحيد لا قاني قال لي هذا الكلام اللي قلنا لكم زمان ما كنت حلوين أفلان انت وكنت تونسنا وضحكنا قال لي لا اسه عليك الله حصل قعد طبما انا هتعمك اما دقيت الباب بتدخل عليهم قلت انا طيب يا اخي فداع لكلام ذا يا اخي ما لك كاتم روح دارينا اهنا يعني انها فوضة سائل والله قال لي والله هم عرفوا السعادة في الدين والله ما عرفوها والله ما عرفوها لا 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 يلا حكيرين عن الموضوع انك يعني ربنا يعني تاب عليك من التصوف والشغل ده وعرفت الدعوة السلفية ايوه الكلام ده كان بالضبط سنة تسعة وسبعين ثمانين كنت كيفين كنت في حتة سيمة الجريف وانا حافظا مولد والرجل الخليفة ابتعد في الحتة دي سيمة الجريفة ده خليفة بنجي نعمل المولد عندي انا يوم بدوني يوم في بيتي والمرأة سوي اللقيمات والشاي وكل شيء عنده ادعمه اسمه عبدالله الحبيب اخذ الدعوة بتاع تنصارة سنة زي ما ما بقوله سلفية صحيح فالرجل ده يعني ليش شايف كده فيه خير فوجد اتكلم معاي قال لي يا فلان يا اخي انا كنت في القطارف في جبال القطارف هناك اتناشر سنة انا شاي السبحة وطالع باه في الجبال ومعانا شريف زين العابدين نزلت من الشريف زين العابدين قال لي انا جيت نزلت ليه وقلت ليه وانا بعده والله ما شاهله قال ليه جاب لي واحد وقفه قدامي الشعره كبير وعينه حمر قال ليه عبدالله يا ولدي انا دائرك انت الزلدة تخدمك الزلدة يخدمك انت والدي مخلص والدعوة واثناشر سنة قال ليه احنا في الجبال فوق شالينا السبح قال ليه قلت لي يا ابا لا لكن الديني الفاتحة انا الحياة دي ما اتعف فيها قال الديني الفاتحة فاركته فلما انجهه اخد دعوة انصار السنة فكان بيجيني في البيت فقام الليلة الحضرة دي قدر الله جينا عملنا الموليد وقمنا عندي حاجة انا حافظة عينه ترمي الغزال ترمي الغزال عينه كده وبقوله بعد ما انتهينا تب اخد ليه قاعدة معاي قال لي يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام عينه ترمي الغزال يا اخي أصر السلاحي قال لي سلاح ترمي ياصي كلام ده قال ليه معقول ويقول ليه معقول يا اخي ياخي كلام ده اههام وكلام ده كلام ما ينفع وكلام ده ما كده وخليك ياخي الدعوة دعوة الله وخليك الدعوة بتاعة انصار الدعوة سنة دي وخليك تمسك الكتاب والسنة وتبقى عليه طب والحكاية ده خشت في راسي وقبل أن ما دي كانت قبلي أم أبوكر ده يعني قبله مخدى فكرة عن الدعوة بتاعة السلفية دي تاعة أنصار السنة زمان أنا لما نجي الصباح ماشي المدرسة أمسك اللحة بتاعتها حليقة وقل لي ما ينبغي ما ينبغي أقول لي ما ينبغي والله ما ينبغي والله حلقة ده ما صح والله ما ده قل لي يا عليك الله خلينا ياه أنا شغال مع معلمات والله ما أخليها حليقة فقمت الرجل ده يعني قام قال لي خلاص جاء الرجل دك لما جاء وجاء قام أداني أوراد سبحان الله شبت الأوراد دي أعمل البخور وأعمل الأوراد اللي قال لي وأسماء بتاع جوان ستة أقولون وأطلع أرقود سبحان الله أجي طوالي يوند أخرين علي شكل الناس عديل كده في البيت إسجروني إزاق يشيدي جدا 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 أجابك شنو والطريدة ما طريقك وإذا بتعمل كده لي أطبحت الصباح أقول لي المرة والله باري حاص أخر حاجة خليت حاجاته دي كلها ورجحته وجيت للدعوة السلفية وطوالي طلبت من المشرفة التربوي إنقني من الرصير اللي حتي يسيمه أفد أفد دي منطقة بتاعت ماشي علي قيسان ومشيت هناك طوالي فردت الدعوة بتاع التنصار السنة خلاص الراجل الخليفة الكامل اللي جاي زايرني هناك والمشرفة التربوي هزا تزور خليفة بعمل الحولية لما انجز زايرني هناك وقلت لي يا أخي انت ما تتعو السيد علي ولا السيد محمد جعفر ولا ولا لا أدعو الله برأى أزلت عاين فيه واستغرب سبحان الله جاي طوالي غاشر مشرفة التربوي في الرصير قال لي زاولك انقلب قال لي كيف قال لي والله يتغير قال لي والله عبد الله الحبيب غيره هزا بيقى انصاري سنة سبحان الله زمان انقني الحتة الدائرة وخدت فيها سنة انقل المحلة التانية يجي انقني وأول من ياخدني في التصحيح وفي المراغبة يعني في المدرسة شبت الانتخابات كنت مدرسة بنات احنا اثنين بس ياخدني في الانتخابات سبحان الله أولا ما غيرتها وجيت وقلت له والله أنا مراضي أنقل الجزيرة قال لي جدا والله ما في معنى فعلا والله ينقل نجي أمني هنا لكل أسباب الدعوة دي فالدعوة دي الدعوة ما فيها كلام والقناة هي الأصل والله يندي منه عليه فترتنا اللي خدناها دعوة في الصوفية دي الحمد لله ما فيها خير الحمد لله وطبعا الزمن داك ليأسي يعني الزولة اللي بيلتزم الدعوة السلفية وبدعو للتوحيد طبعا المضايقات والمشاكل كتيرة خصوصا اللي أخونا بيتكلم صحيح فهي التكارير يعني سدي الناس يعني يعني نوزع عن الوضع المشاكل اللي جيتها والله ولله مشاكل كتيرة خلال والله العظيم شوف من المشاكل دي يعني أنا جيت للمشرفة التربوي فقلت لي يا أخي والله أنا انتو أسرنا قلتوني مدرس البنات وانا يا أخي دايرتا نقولوني مدرسة بنين ما تودوني تاني للبنات دي قال ليه كويس قام طلعوا الكشف أول اسم طلع محمد أحمد عبد الحاكم من وجزولي بنات إلى مشوك بنات معاكزة معاكزة جيت قلت لي يا أخي انتما أنا ما زيبتها الأولى وتوديني لمدرسة جاي اللي 12 ما ما أقول لي أخي قال لي يا إحنا وديناك لديك عشان تجيبه برضو الأولى كويس جينا في المنطقة دي ذاتة يعني سبحان الله يعني لما أنا أجي شفت المدرسة دي المعلمات مكوشات عشان الصباح جينا اجتماعنا كلنا السلام عليكم وتريدها غريبة ما جي سلمت عليك الليلة خبرك يا وخبرك يا ما قاله يديدي ما عرفها شنان يديدي عيانا قال ليلا انت قالوا ما بيسلم على النسوان ما بيسلم عليك جاءت المدير اللي التسليم والتسلم شبت كيف الوكيل هل كان مجيز في المدرسة جاء فهي جاءت سألوا السلام عليكم السلام في الله كيف حالك يعني عارفاني وعارف السيرة بتاعتي هو جاء قال لي أنا أسلم ليك عليها قلت أنا ما قلت لك دا الوكيل دا الوكيل قال ليك أقبض عليك أسلم ليك عليك أنا ما قلت لك أنا ما قلت لك أسلم ليك عليك أنا سلامة دا كذي كفاهي طب ما دير زيادة أكثر من كده جاءت معلمة برضو معلمة جاءت وأنا بيجي أفطر مع البنين وكن في مست البنات وأفطر مع البنين سبحان الله شبت كيف جاءت من الناك عترت عترت من البرندة كده داري تقع قال لي أمسك أمسك قلت لي والله وقع في بحر ما بمسكك والله قلت لي يا حسني يا أخي كلام الأسوة هو موجه Hes قلت يا حسني أخي ما 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 قلت لك قال لي والله يا أخي ما ليك حق ياخي قلت ما فيك رحمة قلت لي كيفktion قالي تم عاملة نصار صغير سنو ما فيك رحمة قلت لي كيف польз قال ليكم كنت Beholdol ER كيفن أنا يا أخي يا أخي برضو بالله المعلمينز عندهم اه انجهل كله يا أخي أنا çيتico當 ً أتوا Afghanistan المتوسطة بنات اسم الزين الشيخ ويوه عملو مهتمت كمان فيه سنجا الزين ده عندو الاندروبر فجاب يسوقن يوم الخميس ووديه للشيخ الهميم هناك حت سيمة شنة الله بعرفة الشيخ الهميم اها بعدين كل يوم الخميس معلمات يجنو ويتحننو يتقنو ويجاوز بعدين اجيت وسبحان الله جمان مع ماشنو جنة طوالة بديتكلم معاي قلت اخوانا مشيطان وين قال لي والله مشينا كده كده قوي الشغال هميم ده طبع معلمات وحدات ما وزلت ودعوات وكده في واحدة معلمة قال لي ودي كطبية بيقى كويس تمشي لان مرة في البيت وبتجنان وبتتكلم معاي كطبية بيقى كويس قلت لي والله اذا كلام فارغ قال لي شو ماشين ده والله قلت لي ما صاح والله غلط ويعملن كده ويمشين كده ويسوون كده والمهم فقاما رفدا امشان تاني رفدا بعدين الفراج بتاعي ذا خليفة وبيمشي يدجوا النوبة يمشي لمحل الزكر يومه ده كانا مشيت ليه في البيت مشيت في البيت لجيت فيه ورقة معلقة ورقة معلقة فوق كده في الميرج الميرج مكسور بتاع البيت خطيت الطرابيزة طلعت فوق قطعت الورقة فتحتها لجيت فيها الاربعتاشر كلم مكتوب اسماعين بتاع اهل الكهف النفر البعطاج النفر والكلفة النص راجد مكتوب اسمه برضو مسكت الورقة دي والخليفة دي اسمه مقدم بخيد يعني كيف اللي زيارتي له دي وكده ويناي قلت له الخليفة والله يا اخي انا غايته قلت لي ورقة فوق دليتها يا طول ورقة دي ما حقت الشيخ وما حقت قلت لي اما هي اللي اتا مرقك دا مكسور قال لي والله يا مكسور قلت له خلاص انا الورقة الفوق دي قطعتها ويتا السداء المرق دا مكسور لو مشيت لي الشيخك قدا قروش وجيت هنا جمعت ليك اولاد وطلحت فوق صلحوا ليك المرق دا غيروه مش احسن من كونه اربطوه بها الكهف المرق المرق دا لو قالت كاع انكسر اتا يا الخليفة جوب عليك قال الله ما بتموت قال لي والله بموت ولد دا لوحيد دا مع البنات دين ماموا قال لي والله بموت وتلاخي الكلام دا ما بي وسبحان الله هذا المقدم بخيد لما نجل عيد النبو قابت لي برا والعروة قابت لي برا قولتها قالوا من اجاي تاني قال لي والله من اجاي قالوا من اجيد الشغل دا ما حق انا زلد دلاني وديتوا قروش وتصلح مرقك صلح مرقك دا وجيب ليك نفير واكلوا نسقيون وخلي صلح لك مرقك دا وده غش وده كلام فارغ كلام العقور الله امن الحمد لله هالورقة معلقة والمرق مرسوط المرق مرسوط قلت ايه والله انت وكاليبون وكلو كنت ايه قلت ايه والله الكلب يمرك دا ايه لكن الله منع عليك صحيح برضو في الحل هنا الله هالو كيف يعني وجهت لهنا الدعوة ودعوة التوحيد والسنة كيف؟ والله شوف الحقيلة ما جيت من هناك وقمت وجهت وتكلمت بله واضخالي قام يعني حاول ايه مع الناس من الحلة وكلموا قال ليه ونزول دا نقاطعه وفي واحد استاذ من ناس رفاع قال ليه تبتعمل في الكلام بتعمل فيه قال ليه انت قاطعك ايفين قال ليه لا نزوج اولاده ولا نزوج بناته ولا نزوج بناته قال ليه اللي بعرف عن الرجل دا ما بيتراجع دا حين ابقى زول عاقل انت قال لي دا ما بعمل اليك انت الحكاية دا خليها فانا قمت اجيت اه عملت الميكرافون في البيت علكت فيه راس بيتي فوق الميكرافون علكت فيه راس بيتي قبل ما تعلقوه ما محاولت بشنوه في الجامع ايوه محاولت في الجامع ماشي الجامع الشيخ كيف تكيفين وعندنا ودى الشيخ ذاته الشيخ ذاته المر المزوئي دا خالت بوي وده بيعتبر اخويه ودى عمي وانا جيت عشان اتكلم لما انه توفيه انا جيت اتكلم في المسجد والريوم غصة غصة الميت وكلام بشكل زي ذا فقام واحد من الودي الشيخ ذيل ضرب بالعقال بتاعه الباب يا فلان نحن في شنو انت في شنو قمت على الاولياء خلاتت قمت على الاولياء الناس قاموا علي قول يا اخو والله يزول زماك دا مهناي الجمعة المش علينا يا طوالي قمت مسكت المايك على اساس اتكلم قام طوالي يجوه اتنين من الودي الشيخ هيك المايك دا هيك ما تتكلم صار السنة ما يتكلم ما تتكلم اندي عمي بدو قلونا ان هو يا طوالي تف قال لي عندك كلام تاني قال لي لا واحد هناك كر مرض يلا بيت تخطى طلع سكينه قلنا والله يلا يشوفه ولا نعرف الجامي دا حق الله ولا حق الشغل يمحافي يزول حركة ربنا سبحانه وتعالى ستر الناس الكبار جوه قام طوالي شقوني ودوني لناس الامن ريك امنين خشيت خشيت جوه وقاعد وجواهم لو ادى الشيخ دير كان مسؤولة سمية الداخلية ادعت البنات اسمه حسن عبد العزيز خشيت جوه جيت وقاعد وقاعدين مع الناس الامن هناك قال لي يا اخي عملت دوشة في المسجد ونحن لما نجينا المسجد لجينا الناس المصلين سبعة انفار قلت لي قلت لي سبحان الله انا عملت لي مسجد في بيتي قلت لي ناد تعالوا صلوا معاي قال لي لا قلت لي هو السبب لخليني انا عملت مكرافون قلت لي ناد ما تمشي المسجد الشيخ قلت لي اخي الناس 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 تتتت با تكلم الله والرسول قال والنازل وقفت معاي والنازل قال لي انتو غلطانين هذا التنقول الله قلت كان والرسول قال اتو غلطانين في وقفتكن دي بصورة زي دي فااااااا اسا قلت لي انت غرضك شنون اسا بتاع الشيون الدينية ادتا داير مينا شنون انت لو داير مينا اسكت انا ما باسكت لو الدائر تقول لي ما تتكلم هنا انا ما بتكلم لك هات ديني تصديق لمسجد يهو المسجد الشمالي ده واترق ليه خلاصا اعيدك وانا بديك تصديق لمسجد وانت النازل طالما هم رفضوا ياخي ما اجي بلينا مشاكل في البلد انت خلال ما تتكلم فعلا عملت المكرافون في البيت عملت المكرافون في البيت هات كيفين هو المكرافون في البلدين دوني كانت الصباح لما نقوم بذلي اصبحنا واصبح اموك جات مرة فايت بيهين المرة سمعتها قال ليه تصبح جريد قمت علينا تصبح جريد قمت علينا وواحد وزا عمتي قال ليه اخي الناس اللي بيجوك ديل عليك الله قال لي اللي احنا لما يتكلم بيكون راقد ولا مصنجد والله راقد عليك أخذنا ست سنين في الدعوة هنا في البيت والله الله دعوة مشت ماشي فيها ناس وحد اسمه صالح مدتوم هاي صالح مدتوم جامعة الخرطوم وفي صلاح الامين محمد احمد وفينا ياسيم محمود امين جبارة برضونا امين جبارة كيف دي ولادنا بيجونا هنا طوالي الله يرحموا وياسيم محمود وفي قسم الباري عثمان اول من جاني هنا ومشينا خططنا المسجد دبل بوصلة ذاتها مسجد الكاعدة ايو والله قسم الباري عثمان والحبوب اه ايو ميزان حسناتك ايو والله يا الحمد لله اثر الحمد لله الدعوة دي ما يقوله مشت مشت وغيرت قلبت كتير نحن قلبت كتير يعني في نبزة بسيطة كذي لوديتنا اثر الدعوة السلفية على المجتمع هنا مجتمع الغورة في الجزيرة اثرها كان كيف سبحان الله شوف اثر الدعوة السلفية هنا في الجزيرة ظهر في النساء اكتر والله شبت لما نيجوا تكلموا السلفيين ديل الواحد من النساء كان بتعوس تسكت القادة معا تقول لا اما اهل الناس مع الكلام دا والله انا واحدة كنت بتكلم يعني عن الحد المرى على الرجل اربعة شهر وعشر يوم كويس اما على الاخ وعلى العم على الاخ تلاتة يوم بس واحدة قاعدة دعوث ولدي يا جاري قال لا يوم السلعالم بتكلم قال ليه كي قرعي قبش قرعي قدير قبش ماما حكول ما يجدي ثلاثة اربعة يوم قال ليه انت قاعدة في البيت وابوي معاك غبشة مينو العالم قال لا والله الناس ديل السلفيين ديل بتكلم امنو قال لا والعبد الحاكم قال لي ما عندي شغلة يقضاء ما عندي شغلة بيو فالدعوة ليه اثر ليه اثر الان الان اسأي واحد يقول لك والله دعوة دعوتنا سابو بكر سبحان الله يقول لك الدعوة والله دعوتنا سابو بكر هل هذا السلفيين وسبحان الله سيتم ابتجوا هنا دا عارفنكم وراصدنكم ويجي خبركم بالحتة والله إذا تفوتوا بيجاي إجي سألون منكم بالنفر والله كباشي فلان مرغاني ما أقول لهون المحيد والله يود الناير والله يود الناير ذاته حضرة المشكلة في المزيد واحد قال لي قال لي صورك صورك قال لي وجاء قال لي والله تفكت والله يبقى والله كانت زكت قال لي ادم حاك يبدأ امحا والله والله ادم حاسب نظر بني يتقبل من الجميع نظر بني يتقبل دعوه ماشي والله والله ينحمد الله نعم الحمد لله في النهاية نهاية يعني يعني إذن يقول اللغاء الممتعدة طبعا يتاو استاذ نعم والله مبارك خبر طويل في المجالات التربوية وده ندي باش انو الوضع اسي بتاع المناهي ده هبشا بتاع العملية التعليمية لعندي الآن نحنا بس في حاجة ده نورية للناس إن لو يدت لمن تجي تعمل شغل تربوي وتضع مناهي هل بتستورد لنا من أوروبا ويجيب لنا يبرق من عغاية برق يعني حكم الدين مدى نحنا حكم الدين الحمد لله نعرفين له لكن نحنا نتكلم من ناحية تربوية هم هل بتحكي سغافة أوروبا واليابان والصين ولا بود ان تحكي غيب المجتمع والثغافة المجتمع سبحان الله شوف وطع المناهي ده فيه واحد يسمى عثمان عبد النور على رحمة الله كان في الإملة كان ده بيكتب كتاب الأمالي شفت الأمالي ديل ادي قطعة صغيرة يقول لك الهمزة على الواو اكتب لك القطعة دي بتاعت الصياد بس فيلان الصياد يحصير لك كلها كلمات بس في الهمزة دي اي تاني يقول لك الهمزة على السطر شفت الكلام ده كيفين اي اديك لها قطعة سماء سبق آلف الهمزة جزءا ما سبق آلف دي كل اديها قطعة والوساد يدرس ويعلم الولد الإملة سبحان الله دي ناحية الناحية التانية يعني المنهج مستوحى من البيئة بدليل شنو ان هناك والبلد البعيد هناك يقول لك الدود لك الاسد قال له يعني ضرب رجب الاسد حصل كذا آه دود ما تقدر الولد قال لي دود ما تقدر قال لي ما بيقدروا يضرب الانهزة فداك ما يدود ما يدود دود داك يغيروا لمنهجه يعني ده الشيء اللي حظاه نحنا يعني بعد التمانيات ناس حصل رحمة الله ديل كانوا في بغط الرضا واخونا عباس احمد الريع بتاع اللغة العربية ده فديل هم المنهج بيستوحوا من المنطقة البيئة البيئة ذاتة هاي رجب ضرب النبق في منطقة فيها نبق يا خينا من جابوا لها ولد الخرطوم ديل عشان اللغطوا لنا القطن الحملة بتاع القطن قال لي اخبطوه انا بالمو هاي تخبطوه لكي ما بتقدر علي الدرود دمى الخادرات انا 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 اي قال لي قطن من اوين صحيح بس انت خبطوه تب انتهيتو في الوطا وقفوهن المزارع وقفوهن بقيت لكتاء ما في لكتاء تاني ما في لكتاء هاي انت بتضرب القطن الابيض صح ده جاهز لكن بتضرب الخادرات اربع خمسة هنا تضربن بقعن في الارض ابقانك قطن ما سفيت منه فشوف المناهي دايما خاضع شفت للبيئة صحيح خاضع للبيئة المناهي وانت لما انت يتدرس القطعة دي سبحان الله الوضع القطعة دي بعرفها انت تدرس اياه وانت استخرج اول ما تهد قوله استخرج استخرج ليك انت بتاع اللغة العربية النحو ده مرتاح يطلع عليه يعني عاش القطعة عاش القطعة لكن لما انت قمت اجيبه ليه من منطقة تاني ومن بلد تاني ما بعرفه ليه ما بعرفه بعدين الناحية التانية هذا الابن هو يعني مسلم صحيح بيئة مسلمة والبيئة المسلمة دي فيه ناحية فطرية فيه اخلاق وغيام ايه غيام يعني اخلاق فطرية في الولد ذاته وانت بنا تقول له كلام ما معقول هما بيقبلوا منك صحيح الوضع ما بيقبلوا ان الكلام ما معقول ده اصلا يقبل منك الكلام المعقوله انت تقوله اليوم وها الزول يربوه على حاجة في البيت على غيام معينة تي يتعكس المدرسة يعني امتخلك ذاته مشكلة فيه ما في شك في التلميس وبعد ما شوف سبحان الله يعني حتى نحنا لما نجينا نعلم ونتعلم نعلم ونتعلم والله انا اسكر يعني في حاج اسمه يقول لك في الضرب ما بيقول لك يعني في العشرات وقول لك اضع سفر انا ما بعارف اضعه لا في قرأيتي ولا قريته والاستاذ قال ليه شوفي لا حكم انا بدقك قلت ليه شوفت انا الديناء اي اعداد اه اي اعداد قسمه ولا ضرب ضرب يعني انا ما باخد سفر بضرب الاحاد لكن ما بغلط لو غلطت انت انا سبحان الله يعني انا نستمرد على الحكاية دي والتاني لما نجينا الحساب الاملائي شوفتها فجأة كده وقفوا مننا تقول ليشنو تاجير يعني قال لك عنده بضاعة اه مساء اللوزية ايوا جاء الموجه وقفنا قال اخوانا الحساب الاحسابة وقفت قال وقفوا دي ما تقول للأولاد التاني فالمنهج من البيئة منهج ما شاء الله وسبارة الله يا اخي سليمة بيعت اللبن يا اخي تبيع اللبنة ويتا والله كان جاود لك تشربوا تكون عايش مع القصة واهي يا سليمة ذات وهديك شايلة ثمنة وماشا وفي الحلة قعدة وقعد يتادي الحلة يلقى المرة دهيس هذي يا هذي سليمة ذات صحيح فده المنهج الصحيح نحن هايش هكذا ديل جابوا اوروبا وتاريخه ما ينفع بل المشكلة جابوا الكفر أيبا يعني خلي العادة والمفروض تجي ذكرم المناهج زيته مفروض التربية الدينية والتربية الأخلاقية والصحافة تجي من البلد ايبا الله انت يبقيت تستوردون الكفر ما في شك وبعدها سبحان الله يعني انت العادات والعبادات العادات والعبادات المنهج الديني يعني فرق ما بين العادة وما بين العبادة حتى في الطهارة يعني في عادة في عبادة يعني أقول لك الموية إذا كان دخلها تغير لونة وطعمها ورحتها فيتغير شيء بالعادات عايين حياة معقولة تستعمل في العادات أما تستعمل في العبادات ما بتستعمل فده إنت في الدين بتعارفها لكنت أنا في الأوروبية عارفك كيف أننا صحيح وعندهم كلام بشكل زي ذا وشارد هزاعة الحمد لله الحمد لله ما قال اسم رجع أمريكا صحيح ويمكرونا ويمكر الله الله خير والحمد لله ربنا ريحنا وإن شاء الله يعني الديننا قاعد ما في شك وقاعد ما في شك والله إحنا يعني الليلة يعني تمتعنا شديد بالكلام الجميل والكلام يعني الضريف والكلام التلغايف الحمد لله ربنا يتقبل منك ويحفظك وعينك ورحلة طيبة وربنا ما يجعل أخير رحلة يميت في العمر ودائرينكم انتو كان في البلدين أقول لكم فلندا ما تدعوا لينا بس نزر ربنا إن جيتوا صلوا ما قال لي واحد قال لي قال لي أسئدتو بتقول يصلوا علينا قلبي صلي عليهم قال لي أنت والله أو وقرأ وخلينا نصلي قال لي وقرأ وخلينا نصلي قلت له وقرأ خلي في جاء غير هوك الحمد لله ربنا يقول لي أولادك إن شاء الله الله يديك العافية وطولة العمور والله يديك العافية يزاك الله خير وبرك الله فيك وعينك ويختملك بالخاتمة السعيد إن شاء الله يزاك الله خير وبرك الله فيكم السلام عليكم ومتزاكم الله خير